موسيقى 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 في الحالي أنا أحد معنى قربي أدري بشيء موسيقى أنا اسمتها محمود أدري خاصي على الدوار ناوين يمتين شمس سنة أدريه وفادكارشوة طبعا فلو أدريه رأيه وشبني ببنون مضحايا ستة سنوات يعني قوتي كده أشتغلت أميك المهمية أشتغلت أنا أشتغل في قسم تحديد برطة بان السنتين لكن هذا أشتغل شديد أنا أتكلم أنها تعبون أتكلم عن تأثير مفاوضي السنوات أتكلم أنها عملوها في تأثير خبال للجنون وفي إيجابة أتكلم عن دولة استشافة والمفاوضية والإتخابيات التكتومية التي تختصت في التكنون أتكلم عن أشخاص محل مفاوضيين وبعد ذلك أشتغلت المفاوضية مع أوليكات الأمم المتحدة دائماً مثلاً وفي أحد الحقيقة المفاوضية 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 بمعنى ليس كل الأشخاص الذين يتواجدون في مصر بطريقة قدنية وغير قرونية ويتقدموا بطلق بجوء الأنفواضية هم أشخاص محل بجوء الأنفواضية ولكن هناك هناك أشخاص محددينهم محل بجوء الأنفواضية أنا أتكلم عنهم بعد ما تتبق خماية توريق التي تتبق من الجين؟ أولاً بضمان من أول دخول الليجي لبنك بجوء ولا يعنينا إذا دخل الليجي بطريقة شرعية أو شرعية الأنفواض ليس هذا رب الموضوع ولكن يعنينا في بادي الأمر كأنما يتقدم الليجي بطلق إلى مفوضية دراسة قضية الليجي ومن ثم بعد ذلك نحاول أن يتحصلون بإتمام الحمال الدوري هي أصلاً التي توفرها المفوضات؟ الحمال الدوري هي كل الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق المساواة من النساء والإجار والفاقيات والفاقيات الذين هم موضوع الثمان من المواضية والتتضمن أو الحاجة تشجيع إدارة والتفاقيات الدورية التي تتناهت التنمية والخماية للجين على مستوى العقون ومن شكل مدى مثل مستوى العقون، ضمان سلامة الليجيين في البلدان التي تتناهت مع السلطات المتضرية أيضاً ضمان تحبيب الاحتياجات الليجيين التي تتناهت حماية للخماية للخدمة للأطفال والنساء، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالدعاء والدعاء 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 والأطفال الآن سابقاً تتعاون وأعطي بقى يعطيها حتى أن يفتي بقى أتعاون مع الشيء غرفة لأن المفوضية العديدة لم يمكن أن تكون متورتها بطول تعاون مع الزنات في وقت ضاحق تم ترسيع ولاية المفوضية بابطلط الجامعية العامة ومج Zebrit الاقتصادي واقتناعي ومعلقة مفوضية القريرة احماية دولاء التي تتوثل فيها بعد دخول المجلد، أولاً يقدر طلب مجلوب المفوضية بيساكن العجل، بعد تسجيله بنعصيله وثيقة، هذه الوثيقة تعتور مهم جداً لأنها تقول إنها مجلسة ويقطع تحت في المنازمة، وبالتالي لا يجوز الدولة غير طورة السبعية. نتحدث عن الإجراءات التي نحن نقوم بها، بذات الأهمية على الوقع في الوقع العليم، كمان تحتمل مفوضية بإطلاق صباحة والعقنون في إستراد طاقتات حوية لهم وفي حق السطر، أيضاً تقوم بتسليل عوضاتهم وعينهم إلى بنادهم، وتسهل عملياتهم من العائلة، والتأكيد على حصولهم على التعليم المناسب، تنمي من مجلسات أموزارات كثيرة تتعامل معها لأن مفوضية لا يمكنها تقيام بعملها بمفوضية، ولكن في ذلك المنظمات، أنا لا أرى بها بعد ذلك المنظمات التي تتعارف معنا، ولكن بلغة نحن نحن بلقة الحماية للتكيين، لكن فيها عديل من العائلة التي تعيد الحماية الدولية، مع الناس التي تعيدها الحماية الدولية والتعامل، في الواقع العامل، أول حاجة الانتفقية الوضعية للتباقية ١٥٥١، دائماً لأن التباقية ١٥٥١، التي تطبقها من الوضعية للتعديد، ما زالت في عائلة الحكاية للتعديد، وبالطبع نظر تقول أن التعديد الذي تقيد الانتفقية على الانتفقية على الانتفقية، وهذا لا يمكن مشكلة في التعديد التباقية، ومن الممكن أن يستعلم بها ليس فقط التباقية ٥٥، ولكن أيضا التباقية ٦٩، ويقول ٦٧. كما نريد أن أقول أن هناك سواء دائماً يثار، ودائماً نسمعه المفقود دائر عليها هي التي تقدم الإنماية، وهو الضائر عليها هي التي تقدم المساعدة، ولكن ما المسؤولاته عن حماية المجدين؟ المسؤولة الأول عن حماية الدولة، وهو الضائر عليها هي التي تقدم حماية الدولة، وهو العديد من الدولة، التي تستطيع فيها الدولة أن تقوم بعملية تسجيل الناجئ وتحديد وقتها، مثل مثلاً، ولكن هناك دولة أخرى لا يمكنها، ولا يمكنها لديها من الأشخاص والوحليين، وذوي الكفاة في تحديد مطع الاجئة، المطلوب المفاوضية في هذه الدولة نيالة عن الدولة، ولكن أيضاً تحديد أشراف الدولة، بالإضافة إلى ذلك، الحديث أن المفاوضية في هذا المنطلوب استشاركة جداً، أنها تتمتع بالطفل الكبير من الخبرة التشبعية والعملية في تسهيل وتطبيق اتفاقية اللاجئين، في العديد من المفاوضية، تلعب دول مهم جداً في إدارة أشبار القطر، أنها تتمتع بالطفل الكبير من المفاوضية في التواصل الاجئة والتواصل الاجئة، بالنسبة لأشخاص في الاجئة الخروج إلى حدود الدول، تتحدث أنها تتطلع على المريفات وتتطول في عمليات الاستناس، وتقوم بإداء مرحباتها، وتقوم بإداء مرحباتها، وتقوم بإستماسات الجمهور، وعلى أساسها يتم تحديد من هو اللاجئ ومن هو المهاجر، مناناً على مقابلات، يتم تحديد من على الشخص نفسه، وبنقدر نحدي بأنه فعلاً هو مهاجر، ولا هو اللاجئ. أيضاً في الإدارات الخاصة بعملية الدول المفاوضية، نحن نتدخل في جزء المرور، ليس بسبب أن نبدأ الدولة على عدم القيام بذلك، ولكن محاولة منا لأتقام الدولة المفاوضية، وعدم القيام بالطقيم في اللاجئ. إذا كانت الشمال الدولية للجمهور، هل اللاجئ سيرظل في الدولة لأبد؟ لا، المفاوضية مقابلات فلول، يعني هذه الفلول لا تخلق على خلال فلول، أيضاً عوضة طوائية، أيضاً الاندماج المحلي في المجتمع، أو عمليات التوطين، أيضاً نسمع أن المفاوضية تقوم في تصفير الناس، هذا ليس أيضاً، التوطين، يعني تعتبر بحالة من الفلول، وليس الحال الأساسي للمفاوضية، المفاوضية تعتبر أن تعود القواعيب من الوطن، هي الحال الأمذي، وقضى لغنبيت اللاجئين، وتتطلب المفاوضية أن تتوفر مستوى معين من السلامة، ويأمن القضاء التي تجهد على السلوخ الإنجابية للعرض القواعيب، نعطينا كمانت اسمه متخصص، اسمه فلاطف البرتفليشن، ومنظر عندنا في المبارية خاصة للعرض القواعيب، أيضاً، التطلب من التطبيقات والفلسين لم تتضمن،